هاي الطفرة هل تؤثر على وضعنا الوبائي في الأردن اليوم؟ أينما دخلت هذه الطفرة هذا الفيروس وحامل الطفرة وإذا كان صحيح أنه أكثر انتشاراً يؤثر طبعاً هو يؤثر بزيادة الحالات فهذا يعني منطق الأمور لكن لو كان هناك أمر مؤكد أنه نغلق الأسبوع وينتهي الطفرة يكون الأمر مفهوم ولكن الفيروس انتشر حالياً في مناطق في المناطق التي انتشر فيها جنوب شرق إنجلترا تشكل هذه الطفرة أكثر من ستين من الفيروسات المعزول بين المصابين وبالتالي هي منتشرة بشكل كبير ولا يمكن أن تتراجع هذه الطفرة أسست لنفسها وأصبحت موجودة داخل المجتمع لا يمكن أن تختفي هكذا يعني ولا يمكن أن نحول دون انتشارها لأنه بغض النظر عن الفترة التي ستغلق فيها ستعود الدول وتفتح عدودها ويحدث الانتشار فالطفرة يعني الإغلاق وإجراء مؤقت لاحتوى هذا الانتشار على انتشار أصلاً موجود بشكل كبير طيب اليوم السؤال أنه لما طلعت السلال الجديدة والانتشار السريع وما إلى ذلك صار الحديث أنه والله إحنا في أردن كنروح حظر شامل هل هذا أمر متوقع مثلاً؟ لا أعتقد أنا ذلك أنا لا أعتقد ذلك يعني الانتشار أيضاً لنقل قبل أنه الانتشار له أساليب للتعامل معه حتى في جنوب إنجلترا هناك من داخل بريطانيا من كتب وتحدث بأن السبب الانتشار الكبير ليس طفرة فقط عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن الفيروس انتشر خلال شهر 10 أو 11 عندهم والإجراءات تمت في شهر 12 فهناك كان نوع من التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية وكل الصحف أذكرته كان في احتجاجات على الإغلاقات وكان في احتجاج على الإغلاق الأول وثم الإغلاق الثاني هو تقسيم بريطانيا إلى ثلاث مستويات من الإغلاق متوسط وشديد وشديد وحتى شديد الخطورة وبالتالي يعني الالتزام بالإجراءات تبعاد الاجتماع والكمامة كفيلة بمنع الانتشار بغض النظر في طفرة أم لا في طفرة هي فيروس هي لازالت الكورونا فيروس فإذا كانت انتشارها شديد أو قليل إذا التزمنا بالإجراءات الوقائية التزام يعني عالي نستطيع أن نحد من انتشار هذه الوارث طيب بدي أسأل وظني في ذات الإطار وأرجع على البعد الأردن ومنحكي عن الانتشار وإحنا اليوم حكينا عن انتشار مجتمعي ونسجل أرقاما وفي كثير الأحيان خبراء بيقولوا وأنت ذكرت في بعض الأحيان أنه الأرقام أكثر بكثير وإحنا ممكن أن نملك ملايين مصابين ترجمة نانسي قنقر